اشتركوا في القناة جاء السيد اللي داني عدد من اللوكاسيو اللي كراليامل عنده قد سألوا حيث معمرو خرج لشي اعلان صحافي أو شي حاجة على حساب الخدمة اللي كانت عنده وليوماره جمعا يبش يوضح الرأي العام مدل مشكلة اللي وقع ليا السلام عليكم أنا عشمان صادق السيد هذا اللي أنه كان بغى يكري شي طانوبيلا ومشيش معاه والاخر صادق ديالي شوه عنده لوكاسيو مولي فجانة كنكريم من عنده الصادق ديالي من اللي بغى السيارة ديشو عنده وحضرش معاه وعطاعه الفلوس عطاعه السلف دارم عطاعه الشيك وصادقه وصادقه ونطش أنا مشيش ومن بعد كنتفاجأ من اللي يغبر عليها سوول شي عليه قلووا لي يا رام شدود وعلى قبل السيد من اللوكاسيو ونصاب عليه وقدر لي فلوس وقدر لي الشيك ومشي الحبس وقدر لي السلف دارم ديالو والشيك ووراني حادر حضرش ملي سلف دارم حضرش ملي سلف دارم والشيك على بايا وده با كان طلب من كان طلب من نيابة العامة تاخد القرار دياله في السيد هذا وتاخد لي حقورا مبغى يوالو وليش أنا خايفة اللي يرجع للحبس وده با أصلا هو خرج لي على خدم شو اللي عنده وسخ ولا عنده مشاكيل ميمكنش يرجع شي شريكا والشيك باقي عند السيارة وكان طالبون يرجع ما يجيب الفلوس لأولو يرجع ليدك الشيك هاد سيد باريء باريء ودك سيد الله ياخد فيه الحق وحنا مبغينا أولو وحنا بغينا الشيك يرجع الشيك معمرو تشد الدرين قي كان خدام في الشركة بخير على خير تابغى حد النار جهاندي بغى طعنو بيلدتي وان قلت لي ركين حد صادق ديالي وحضرش معنا وعطاها الفلوس اس بيس السلف درمو الشيك على بايا الصاف وما نبيعش كانت تفاجأ ما اللي شي نسول عليه دايش مدة تلتشورة انا اختام ركي عارفة قالوا لي مثل الحبس مشتود عدو شي موشكين مع شي موشكين موشكين نفس سيدو وعلى دك النهارو والده يسولي قالوا لي يعودوا لي أكل شي وعرفش بالله اللي اديش وعد السيدو ودابا ما كانت تلمينه كش حاجة اللي غا نطلمينه ويرد ليش الشيك دياله ونقايش هاد السيد ونقايش بغير جال الحبس صافة الشي اللي غا نطلمينه والله يخلص كل واحد الشي اللي غا نقول كما سمي سودابا او السيد راشهد لي وشهد بي قيل دك الشي كلام ديال الحق دير هادش في سبيل له وانا اليوم كان طالب من السحرام ويفتح تحقيق في هادش في لانا الي تعدى وعلي هاد رجاز دارك وتعدى لي هادمو اللوكاسي اللي بسبابه فقط العمل ديالي وكان طلب من نياب العام وكانت تفتح لي تحقيق في هاد الضوصي ديالي وانا اليوم كان طالب بغيت غير الشيك ديالي بتاديك الفلوس ما بقيتش بغيته ووليت كانت تلقى التهديدات فجدرت الانتيرفيو اللخر وده حطيت فيه نمرة التليفون ديالي على اساس باش يعيط لي اشي واحد من النيابة العامة ولا اشي واحد يفتح معايا التحقيق كانت تلقى التهديدات في التليفون كي يقول لي معاك نائب واكين مالي قد يجي عدي بغيت نشوفك بغيت وانا هاد الهضرة انا مكن تيقش بها انا عرفت غير شي واحد كي يتفلى وبغي يدير لي شي حاجة بغي يقادي الحق ديالي بغيت هادك الدارك اللي دير ريالي هاد الحالة وتكرفص عليها وشو السنة هاي انا اركبتها شو هاد دير ريالسنتي بغيته التعاقبت هاد السيدة دل ما تتعاقبش هاد الدارك اللي كنتو لد عبو انا ما غديش رتاح انا ما ديش رتاح تتعاقب هاد السيد وهادك ملو قاسي بغيت الشيك ديالي انا ما بغيتش غير رجال الحق وانا دبا عندي ستة شهر موقوف التنفيذ وستة شهر حبس النافذة دو وستة بقى لي ستة شهر موقوف التنفيذ وهاد السيد وعد مرة عيط لي كيقولي انا نحرك الطنوبيلات ونغبر وانا كيقولي انا نخسله لكتلات الطنوبيلات نبيعهم وانا هادك نعطيهم وما ما تاخدتش شي حاجة على هاد الحالة اللي درتلي في الصحافة قل لي ايا دخلتك الحفص باش تربا تعزب تخرج شي يزدتي فيه ورا عندي راه هادش راب غيتش واحد يدر تحقيق المكالمات كامل اللي كيجروا بيني خبرة بيني وبين هذا الرقم ديال هاد السيد غيلقوا بانهو كيهددني في تليفون وشحال من المرة هددني في تليفون كيقولي غنزيد الربين وهاد سيد هادا نهارت شديد عيط لي يباش ناخد طنوبيل بحقه لي في تليفون قل لي يجي انا عطيك سيارارة داخلة عندي وتكن تفاجأ بيها ريحت مع البي ربقه كلاه بيها بالهضرات الجولية رجال دارك الملك بها ديك الصيفة بجاوا ووقفوا قدام الماحل وهازين يبحلا هازين ما عارتش واحد قاتل ونو ما عارتش نمدير وغادين بيها الولاد عبوا انا كم صحابهم غير رجال دارك الملك يقول ضربوا فيه وققتلوا فيه وصلنا في حوالية غير بالحصار وهذا كالناب قائد دارك الملكي في الولاد عبوا لي يقولي انا كن عطير الزيزون هاديل هادرة لي يقولي انا بقي مكتسمعش بي انا هو جودان نائب لي كان عطير الزيزون قاللي يا به هاد اسلوب هاد هذه المشات ليتفكرتها غير البر وانا بسبب هاد الناس هادو اختي مرت نفسانيا وانا بغيت ناخد حقي من هاد الناس بغيت سيحرامه اللي يجازي بخير تدخل لي على هاد القادية هادو انا كنشوف الاغلبية الفيديوهات اللي كيوقعوا معا رجال الشرطة اللي كيشواحد كيديرش فيديو كيخرج السلحة موشي اللي يخليه لينا كيخرج في اسرع وقت وكيفتح له هاد القادية وكياخد السيد حقه وكيكون رجل امن كياخد لي حقه حنا في هاد البلاد مكيش الفرق مبين رجل امن ولا رجال دارك ولا المواطن حنا من هاد من هاد المنظر اللي يخلي لينا ملكنا العزيز بغيتو يدخل على هاد القادية الله ينصر محمد الساديس الله يشافيه لينا انا ضلمت بزاق ومرت نفسانيا ورا ما بقيتش كنناكل وما بقيتش كنشرب ووليت الاغلبية اغلبية ااكن كنفكر وكنخممش نهارا تسطى لبقيت في هاد الحالة وقسيمو بالله يلا ووليت كنخمم بزاق ما بقعتش لان بقيتش كايد نناكل ولا قايد نشرب ولا تشي حاجة موقيت قايد قايد لكي نشوف في هاد الناس هاد وضلموني باطل انا ما مدير ليم تشي حاجة ورا ما نسمحش ليم تلغده قدام الله إلا أنت رجال دارك راح شوم مهد شي لديروني